الناس صدق ما تخلص مشاكلها لكن اكو مشاكل بالمرور شخصتوها لقيتولها حال اعتقد اخر شي كان من ضمن القرارات هي الهزة اللي كانت نعم يعني هو القرار الحكومي وقرار قيادة وزارة الداخلية بتخفيض كبير للرسوم المفروضة ولأيضا موضوع الهزة هناك لجنة عاكفة على انهاء هذا العقد والغاءة وكثير من القرارات اللي راح يشوفها المواطن راح تكون بيها جانبيا أولا جانب التخفيف عن كاهلة المادي من ناحية الرسوم اللي كانت باهظة والجانب الآخر هو جانب الوقت المستغرق لإتمام المعاملات لذلك راح تدخل الخدمات الالكترونية في هذا الجانب يعني اليوم كملف المعقبين بشكل كامل يعني تحويل مبالغ رسوم الطرق والجسور عفوا إلى وزارة الإعمار وأمانات بغداد هاي يعني المواطن كان يدفع ثمنها خاصة يعني وصول البطاقة ومعاملاتهم عن طريق الهزة الفحص والاختبار يعني مبالغ غفيرة دا يدفع سيادة اللواء يعني احنا في وزارة الداخلية قبل كانت تأخذ نسبة معينة من مبلغ الغرامات وهاي طبعا مبالغ كبيرة جدا لكن حصل قرارات أنه كل هذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة حتى الأموال اللي مخصصة هي يفترض للطرق والجسور ولإدامة هذه الطرق اللي المواطن يدفعها على هذا الأساس أيضا تذهب مباشرة إلى وزارة المالية لذلك هذه القرارات هي بصراحة جيدة جيدة طبعا المفسوقة عقودهم سيادة اللواء بالداخلية يعني شفتو لهم حال يعني المفروض هو 29 ألف معامل إعادة المفسوقة عقودهم ضمن قانون الدعم الطار للأمن الغذائي شنو صار موضوعهم هذا الملف من جهة وزارة الداخلية انتهى حددنا الأعداد المطلوبة وفحصناهم ويعني شيكنا كافة الأمور الإدارية والآن أصبح الموضوع على عاتق وزارة المالية بس تجي الدرجات اللي مخصصة وفق القانون الدعم الطارة تنطلق التعيينات بشكل مباشر نعم يعني مجلس النواب خصص 300 مليار دينار للمفسوقة عقودهم ضمن هذا القانون يعني بعادة 37 ألف من وزارة الدفاع والداخلية 29 ألف والهيئة الحجد الشعبي 31 نعم 31 وللمخابرات والأمن من المفسوقة عقودهم والمفصولين يعني هاي المبالغ اللي بالفعل رح يخصصها أو خصصها وتم تخصيصها من قبل مجلس النوابية 300 مليار دينار صحيح كلامك صحيح نعم نعم اشتركوا في القناة